بس اتحاد المونستيري مش من عملقة الكرة التونسية لكن الحقيقة تقدر تقولوا انه هو من القوى الصعادة يعني ما تبص على مشواره في اخر السنتين فالي ده بالمناسبة ما عاش غير بطولتين هو بيشارك الاستنادي في دوري الابطال عشان هو وصيف بطل الدوري التونسي اللي هو الترجي السنة اللي فاتت لكن برضو ارقامه والموسم اللي فات وانه ييجي وراء الترجي كوصيف للبطولة بفريق نقطتين تقولك لا انه فريق مش بالهين يعني مش فريق بسهل على الاطلاق قيمته التسوخية تقريبا معربة من حوالي 10 مليون يورو بالتالي يعني واضح انه الادارة بتاعت النادي استثمرت بشكل جيد جدا وجابت صفقات مهمة جدا في السنوات الاخيرة متوسط عمر لعبين عندهم في حدود 24 سنة او 25 سنة 20.9 بالتحديد يوسف العبدالي كان مهاجم الفريق السيزن الاخير لكن ده احترف مشي في شهر يونيو اللي فات راح لأهلي جدة عندهم من العيبة المميزة زياد العلوي عندهم حسام تقا دول اللعيبة اللي يمكن يلفتوا الانظار بشكل كبير او اللي ممكن يكونوا مصادر خطورة على النادي الاهلي في مباراة بكرة لكن استعراضي لشكل الاهلي طريقة اللعب تشكيلة يختاروا ميستر كولر رأيكم مازال مطلوب طبعا في فكرة السلاسي اللي هيقود هجوم النادي الاهلي في مباراة الغد وهنتراحه ونستعرضه معاكم وناخد فيه رأي نجمة حلقاتنا النهاردة كابتن مجدي طلبة بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم